حياكم الله نبدأ حلقتنا اليوم معاكم بشأن المحلي مع استمرار استقرار الوضع الوبائي في البلاد الحمد لله وانخفاض أعداد الإصابات إلى أقل من ألف والاقتراب من مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها إلا أن الأطباء والمختصين يقولون ويأكدون أن الجائحة لم تنتهي بعد طبعا هل لنا إذن دور كبير يعني لاحي في هناك إصابات تتراوح بين 500 و700 إصابة في اليوم يعني هذا شيء يخلينا نضطر نحن نستمر في اتباع الإرشادات الصحية الموصبية من قبل وزارة الصحة وأكيد أخذ التطعيم اللازم وهذا شيء وايد مهم عشان نتجاوز هذه المرحلة ونصل إلى أعداد أقل وأقل بإذن الله جميل جدا تعرف أكثر حول هذا الموضوع معنا من مستشفى الأحمدي زميلنا فهد التركي هناك فهد صباح كلا بالخير يا ريت لو تعطينا فكرة ما الذي يجري خصوصا في بالاستقرار هذا الوضع الوبائي يعني شنو نقدر نقول أن الأطباء ينصحون فيه أو يقولون حول أهمية استكمال الجرعة الخاصة بتطعيم كوفيد نايتين والاستمرار باتباع التعليمات الصحية صباح الخير زميلتي مهة صباح الخير زميلي بسام تحية لكم والمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح مثلما أسلفت زميلتي مهة وزميلي بسام المشهد يعني بأكد استغرار الوضع الصحي والوبائي في دورة الكويت مما سهم في العودة إلى الحياة الطبيعية في دولة الكويت في خلال الأيام الماضية وهذا ما تؤكده نسبة الأرقام والإصابات التي كانت قبل شهر أو شهر وأكثر تتجاوز سبعة ألاف إصابة اليوم لا تتجاوز سبعمائة إصابة وهذا يعني يؤكد بأن المنظومة الصحية في دولة الكويت في كافة قطاعاتها ومن خلال الطواقم الطبية التي تعمل جاهدة ليلا ونهارا ساهمت في استغرار الوضع الصحي في دولة الكويت وما يتعلق في جائحة كافة 19 مما ساهم في تحسن المؤشرات الطبية والعودة من جديد إلى الحياة الطبيعية ولكن مثلما أسلفتم الجائحة لم تنتهي وكافة الجهات الصحية تراهن على الوعي الكبير من قبل كافة المواطنين والمقيمين في تأكيد الالتزام بإصراطات الصحية لمواصلة العودة إلى الحياة الطبيعية مستشفى شركة النفط لا يزال يعمل كمساند قوي لكافة جهات وزارة الصحة في سبيل دعم المنظومة الصحية في البلاد لسيما في مركز الطب الوقائي في مستشفى النفط مما يؤكد تكامل كافة الجهات الصحية في سبيل مواصلة التصدي لكافة 19 معنا الدكتورة انتصار الهندال رئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى النفط في الأحمد ستحدثنا عن الوضع الصحي بشكل عام وتحديدا في مستشفى النفط الدكتورة صباح تسال الله بالخير مبارك لك من جديد العياد الوطنية لدولة الكويت الوضع الصحي ما شاء الله في استغرار كبير كيف تقيمين الوضع صحيا في الوقت الحالي وما هو بطلوب من المواطنين والمقيمين في ظل استغرار المؤشرات الصحية في دولة الكويت أول شيء أصبح عليكم بالخير وعلى المشاهدين ونبارك للجميع بالعياد الوطنية وعيد التحرير وإن شاء الله الله يديم علينا إن شاء الله وعلى ديرتنا الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب طبعا المؤشرات مثل ما أنتم شايفين كلها مؤشرات إيجابية والله الحمد الأعداد الإصابات قلت بشكل جدا كبير أعداد دخول المستشفى بالإضافة إلى العناية المركزة الأيام السابقة الله الحمد انزلت الأعداد بشكل واضح فهذه كلها مؤشرات تعطينا طمأنينة تعطينا سعادة أننا الحمد لله نعتبر عدينا الموجة السابقة بإذن الله بنجاح لكن نرد نكرر أنه فيه إجراءات لازم أننا دائما نخلي بالنا منها على أساس ما يصير عندنا أي تراجع بهذا الوضع الصحي الممتاز الأمور اللي لازم نهتم فيها أول شيء أنه قدر الإمكان بالأماكن المزدحمة أن نلبس الكمام التعقيم وقسل الأيدي هذا شيء مهم وشيء يمكن صار من عاداتنا اليومية بالإضافة إلى تطعيم الجرعة التعزيزية اللي أنا أشدد عليه لحماية الأشخاص وزيادة المناع إن شاء الله دكتورة رغم أن البلد تعيش بالعطلة رسمية في دوت الكويت تزامنا مع العياد الوطنية إلا أن لا تزال ست مراكز تابعة لوزارة الصحة تعمل صباحا ومساءا من أجل منح تطعيم بشكل عام لا سيما في الجرعة التعزيزية وأيضا في مركز الطب الوقائي في مستشفى النفط لا يزال أيضا يمنح الجرعة التعزيزية دكتورة طبعا هذا دليل على أن خلال العطلة لازمنا مهتمين بموضوع الجرعة التعزيزية وموضوع زيادة المناع عند الناس ومثل ما أنتم شايفين يعني ما شاء الله الإقبال جدا كبير فيعني ما نقدر أن نحرم الناس من هذه الجرعة التعزيزية اللي ممكن تحميهم ممكن تسهل عليهم وايد أمور في حياتهم المجرد أن يعطلت العياد الوطنية يعني اليوم دورنا مو بس أننا ناخذ راحة في هذه العياد بالعكس دورنا في حب وطننا أننا نعمل خلال هذه الفترة والحمد لله يعني المركز من خلال فترة العياد الوطنية كلها فاتحة وهذه اللي يمكن الزحمة اللي ممكن الناس تشوفها يمكن ورانا وحتى جدامنا في طوابير للحين ناطرين دورهم أننا يأخذون الجرعة التعزيزية هذا كله علشان نحقق الأمن الصحي لهذا الوطن إن شاء الله سواء للمواطنيين أو المقيمين دورنا شهدت يعني جائحة كورونا تعاون كبير بين يعني وزارة الصحة ومستشفى يعني النفط والذي كان كمساند طوال فترة الجائحة كيف كان ذلك يعني التعاون وكيف ساهم في تكريس المنظومة الصحية في دولة الكويت أكيد سواء مستشفى الأحمدي أو شركة نفط الكويت أو حتى القطاع النفطي بشكل عام إحنا جزء ما ما يتجزأ من هذا الوطن أكيد ويمكن عندنا الله الحمد الإمكانيات إننا إحنا نساعد فيعني الله الحمد بوجود يعني وقفة يعني شركة نفط الكويت والقطاع النفطي مع وزارة الصحة قدرنا إننا إحنا أغلب المراكز التطعيم الكويت كانت تجهيزها عن طريق شركة نفط الكويت بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتطعيم اللي أنشأ في شهر فبراير 2021 كان مركز أكبر من مركزنا هذا لكن حاليا إحنا يمكن أن نتقلنا إلى مركزنا الأساسي وهو مركز خدمات طب الوقائي لأن عملنا حاليا ما يقتصر على المركز إنما إحنا نطلع في يعني 500 حملات ميدانية إلى المناطق البعيدة تدري شركة نفط الكويت عندنا موظفين موزعين على كل مناطق الدولة في شمال الكويت غرب الكويت جنوب الكويت أماكن بعيدة فعشان نسهل على هذين الموظفين أخذ الجراء التعزيزية ونضمن حمايتهم يعني صحتهم فكان عندنا خلال الفترة السابقة غير شغلنا الحالي في المركز نطلع ونسوي حملات خارجية فيعني لله الحمد هذا التعاون أكيد يعني سبب من أسباب يعني نجاحنا ووصولنا كلنا إلى بر الأمان بإذن الله الفترة القادمة إن شاء الله تنتهي الجائحة وكلنا نفرح مع بعض كل شكر والتقدير للدكتورة أنتصار الهندال رئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى النفط في الأحمد والشكر موصول لكافة الطواقم الطبية التي تعمل ليلا ونهارا في سبيل التجاوز الجائحة الصحية زميلتي مهة زميلي بسام كل الشكر لكم نعود إليكم وستديو على العالم هذا الصباح جزيل الشكر لك فهد التركي كتن معنا من مستشفى الأحمد وجزيل الشكر للدكتور انتصار الهندال ترجمة نانسي قنقر